اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا بتحديد الخامس والعشرين من مايو من كل عام يوما دوليا لكرة القدم وجاء اعتماد هذا اليوم استجابة لمبادرة مشتركة لكل من مملكة البحرين ودولة ليبيا وجمهورية طاجكستان وتبنتها مائة وسبعون دولة وبهذه المناسبة أكد السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن المملكة تولي اهتماما خاصا بمختلف أنواع الرياضات ما سهم في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات على المستويين الإقليمي والدولي والوصول إلى أعلى المستويات مشيرا إلى أن مملكة البحرين ستسعى من خلال اليوم الدولي لكرة القدم إلى تعزيز دور كرة القدم كأداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تمثل كرة القدم فرصة لتعزيز التعليم وتطوير المهارات الاجتماعية والقيادية للشباب إلى جانب دورها البارز في تعزيز التعددية والتقارب بين مختلف الشعوب ترجمة نانسي قنقر